واضح أبونا حتى من خلال بشوف اللقاءات على حتى برامج غير مسحية إنك بتشهد بجرأة بجهارة فخليني أسألك يعني مباشرة هل التبشير جريمة؟ أنا قلت على الهوى عشنا وشفنا وسمعنا إن التبشير جريمة أو تهمة زي ما قالوا تهمة أنا وظيفتي في العالم إني أبشر وظيفتي في العالم إني أشهن والله أرسلني للعالم نور ولا يوقى السراج ويوضع تحت مكيال بل يوضع على المنار لينير كل كل الذين هم في البيت أنا وظيفتي ربنا أرسلني للعالم كمسيح تاني من يؤمن بي في الأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا بل وأعظم منها لأني ماضي إلى أبي لنا عزة اسمها النصراني مسيح تاني مسيح تاني أعمل أعمال المسيح إن أردت وكنت في مشيئة المسيح وعشت كما يجب حسب الوصية أعيش ممكن أغير التاريخ لكنيسة النايمة يعني أنا أعتذر حتى في قول هذا الكلام لكن الكنايس النايمة كيف فينا يعني ننهضها أو تكون شاهد للمسيح شهادة حقيقية نمرة واحد إحنا أهملنا الكلام عن التوبة والقداسة إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون نمرة اثنين فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الله نمرة ثلاثة وهو ذا الشيء المهم والخطير أن الكنيسة أهملت الكلام عن الروح القدسي الكلام مش الاختبار مش الملء الملء الأمر بيقول امتلئوا بالروح وعشنا وشوفنا أن إنسان يتريأ على الروح القدس وعلى اللي بيتكلم عن الروح القدس وعلى مواهب الروح القدس كنيسة من غير عمل الروح القدس من غير مواهب كنيسة عرجة كنيسة عمية كنيسة قابعة قابعة جنب الجدران عمل الروح القدس أساسي في الكنيسة مواهب الروح القدس أساسية نعم أساسية للخدمة وإن كانت الثمار أثاسية للخلاص لكن مواهب الروح القدس أثاسية للخدمة ما قدرش أخدم وأعلن مسيحي ومجده من غير ملء روح الله طب خلينا أسأل بصيغة تانية إيه حاجة الكنيسة اليوم؟ حاجة الكنيسة اليوم نمر واحد حياة التوبة الحقيقية وترك الخطيئة وكره الخطيئة وحب الرب من كل القلب والشوء للشهادة لي نمر واحد نمر اتنين الحاجة الأساسية والضرورية جدا نحن نتعامل مع الروح القدس كصديق كرفيق كقوة الرب قال للتلاميذ لا تبرحوا أرشالي إلى أن تلبسوا قوة منها انتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني ليه؟ أوعوا تتحركوا إلا لما تأخذوا القوة أنت بذاتك مش هتقدر تخدم بحكمتك مش هتقدر تتكلم بجسدانيتك مش هتقدر تعمل حاجة استنى هنا لغاية ما تمتلي بالروح كنيسة يعني عمل الروح القدس يعني ملء روح القدس يعني مواقب الروح القدس من غير العمل ده الكنيسة ما تسمىش كنيسة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة